الواحدة والعشرون الشهر الثالث عام 2016 هو الذكرى السنوية للقديسة مريم ويحتفل هذا اليوم في مدينة أكسوم المدينة المقدسة المتواجدة في المنطقة الوسطى لتجراي ونتواجد اليوم في هذه المدينة لرؤية الاحتفال حيث يتواجد العديد من الزوار من أماكن كثيرة من تجراي وخارج تجراي وكونوا معنا اليوم في هذا البرنامج اشتركوا في القناة في حدث ضخم اجتمع المؤمنون والمؤمنات من تابعية ديانة المسيحية الأرثوديكسية في مدينة أكسوم التاريخية المدينة التي تعتبر مهد الديانة المسيحية وذلك للاحتفال بالذكرى السنوية للقديسة مريم العذراء في كل عام كانوا الأشخاص يأتون من مختلف الأماكن إلى مدينة أكسوم لإحياء ذلك اليوم المقدس ولكن ولثالثة أعوام متتالية لم يتمكنوا من المجيء بسبب الحرب الشارسة التي شنت على إقليم تجراي في شهر نوفمبر من عام 2020 وحرمت الحرب آلاف المؤمنين من اتباع المراسم الدينية علما بأن في يوم الثامن والعشرون من شهر نوفمبر أي قبل يومين فقط من احتفالية القديسة العذراء مريم ارتكبت قوات الجيش الإيرترية التي كانت تحت المدينة أكسوم في ذلك الحين مجزرة لم يرأوا يسمع مثلها من قبل فقد قامت بإخراج سكان المدينة الأبرياء وقتلهم بأبشع الطرق حيث قتل أكثر من ألف شخص مدني في يوم واحد ولم يسمح بالدفن جثثهم لثلاثة أيام وفي يوم الاحتفالية دفلت مجموعة من تلك الجثث ومجموعة أخرى أكلتها الذئاب وتحول احتفالية القديسة العذراء مريم من فرح إلى حزن ومأساة في ذلك العام المذبح التي حدثت في 2020 في مدينة أكسوم أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص كان وقتا صعبا جدا ناهيك أن نحتفل بيوم ذكر القديسة مريم السنوي لم يكن هناك أحد يخرج من منزله في ذلك الوقت لأن أعداءنا لم يكن لديهم الرحمة وكانوا يرتكبون فضائع لا يرتكبها أي بشر ولهذا كان وقتا عصيبا لشعب تيجراي منذ عام 2020 في البداية أود أن أهنئكم بمناسبة حلول إحساسي واحتفال قديسة مريم لعام 2023 وأود أيضا أن أهنئ المسيحيين الذين أتوا إلى مدينة أكسوم المقدسة بسلام وفيما يلي عندما نتذكر مذبحة عام 2020 فقد كانت فضيعة ومش مئزة للغاية حتى عندما تتذكرها الآن لا يمكنك إلا أن تشعر بالغثيان بسبب الأفعال التي ارتكبت في ذلك الوقت ولو ذكرتهم لكانت قائمة منهم لا تنتهي لكن بشكل عام هم لم يفرقوا الكبير عن الصغير سواء كان رجلا أو امرأة وقاموا بمطاردتهم من منزل إلى آخر بالإضافة إلى قتل من وجدوه في طريقهم القادة الدينيين والكهنة والشمامسة أيضا قتلوا وكل ذلك ارتكبته القوات الإيرترية وحتى داخل هذه الكنائس قتل أكثر من ألف شاب في عام 2020 إنه أمر محزن للغاية وكان القتل الأكثر قسوى للمدنيين الأبرياء وهو أيضا أمر مقزز جدا أن نتذكره حتى هذا التاريخ بداية أود أن أهني الجميع بحلول الاحتفال لمريم المقدسة على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية وبسبب العدو لم يأتي أحد إلى هنا واحتفلوا به في المنزل حزنا وما حدث في العامين الماضيين أمر صعب كان هناك قتل ومعاناة وارتكبة الفضائع أيضا وكان هناك بعض من الناس من كانوا حارسين جدا على القدوم لدرجة أنهم كانوا على استعداد لتضحية بحياتهم فقط للاحتفال بهذه الاحتفالية لكنني لم أحضر والسبب هو أنه كانت هناك قوات الإيرترية في الطريق وكانت تقوم بارتكاب جرائم فضيعة عندما أتيت لأول مرة إلى مدينة أكسوم كانت المدينة قديمة على سبيل المثال كان الفندق السياحي خارج المدينة لذا فالأمر مختلف تماما الآن والشيء الأكثر أهمية هو أنكم نجوتم بطريقة ما وهذا جعلكم أقوى نعلم أنه يحتفل بالذكرى الثالثة لمذبعة أكسوم أن آتي إلى هنا وأرى كيف تعود الحياة إلى طبيعتها مثل ما يعود النهر إلى قاعه فتعود الحياة والبهجة وكل القيم الطيبة إلى فراشها مثل ما تعود النخر إلى قاعها بعد هذه القصة المروعة التي حدثت هنا لذلك عندما أرى ذلك أشعر بفرح إنه أمر رائع بالفعل يأتي احتفالية القديسة العذراء مريم هذا العام مختلفا كليا عن الأعوام السابقة بحيث حل السلام من بعد ظلمات عاشها شعب تيجراي فكان طعم الفرحة في الاحتفال لهذا العام مختلفا من نوعه حيث تجمع وفود من المؤمنين والمؤمنات من داخل وخارج تيجراي لإحياء الاحتفالية رغما من وجود عوائق كثيرة كعدم استئناف خدمات الطيران في مطار أتسيوهانس في مدينة أكسوم من بعد الدمار الذي لحقه إلا أن لهفة الوصول طغت على كل شيء وكانت الفرحة ترى في وجوه المؤمنين تشمل الاحتفالات في مدينة أكسوم بمناسبة الاحتفال السنوي بالقديسة مريم مواكب وتراتيل للآباء الدنيويون المعنيين والآباء القسسين وهم ينشدون الترانيم والتي ملأت سماء مدينة أكسوم وأسكرت الراحة والطمانين لقلوب المؤمنين مما ساعد الحضور من المؤمنين بالاستقبال القيم الذي قدموه إدارة وسكان مدينة أكسوم للحضور الاحتفالية هذا العام أي عام 2023 جيد جدا أتى العديد من الشعب من الأماكن المختلفة وتم استقبالهم من قبل سكان أكسوم بطريقة جميلة وأمل أن تستمر الاحتفالية في الأعوام القادمة بطريقة سلمية كما هي الآن أتيت لأول مرة وكان الاستقبال جيدا للغاية ومختلف حاولت مرات عدة للمجيء ولكن لم يحظى لي القدوم إلا هذا العام فقد كانوا سكان المدينة يغسلون أرجلنا وقاموا بتوفير غرف لكي ننام عليها لم أرى استقبالا كالذي رأيته في أكسوم أتيت من إقليمي بني شانغول وأتينا عشرة أشخاص ونحن سعيدونا بالاستقبال الذي قدم لنا من قبل السكان ومن مدير مدينة أكسوم فقد وفروا لنا الطعام والمبيت ولذا أود أن أشكر سكان المدينة وإدارتها أنا سعيدة للاستقبال الذي استقبلونه لنا وقد أتيت مسبقا وكان الاستقبال جيدا والآن هو أيضا في منتهى الروعة وأتمنى أن يستمر السلام ومن بين الحضور الذي تشرف للمجيء والاحتفال بهذا اليوم المقدس كان رئيس الإدارة المؤقتة لتيجراي ورئيس حزب جبهة تحرير ونائب رئيس الإدارة المؤقتة الجنرال تد سورده وألقى الرئيس غيتاتشو رد خطاب المهرجان الديني وحث على التنفيذ الكامل لاتفاق بريتوريا للسلام مشددا على عودة النازحون إلى ديارهم ويؤكد الرئيس غيتاتشو على تذكير النازحين داخليا في تيجراي وأولئك الذين يعيشون في المناطق المنكوبة بالجوع خلال الاحتفال بالعيد كما ناشد المؤمنون بأن يتم تطبيق بنود اتفاق بريتوريا للسلام على أكمل وجه قبل ثلاثة أعوام في مثل هذا اليوم المقدس قامت القوات الغازية بارتكاب المجازر في حق سكان أكسوم والتي لا يمكن أن تنتسى لقد قاموا في هذا اليوم بإخراج سكان المدينة من الآباء والأمهات وقاموا بقتلهم على أرضهم وما ارتكب لن ينتسى نحن لن نرتاح حتى يتم محاسبة مرتكبي المجازر يجب أن نجد العدالة كورات كوران سيدات وسادتي شيء مهم أنه حل السلام علينا مما جعلنا نحتفل بيوم القديسة مريم اتفاقية بريتوريا للسلام التي كانت لديها إيجابيات عدة لم نستفد منها بشكل كامل لأنه يوجد مليون من شعبنا منهم من يواجه خطورة المجاعة القاسية في مختلف المخيمات النازحة ومئات الألاف منهم هم تحت رحمة وسيطرة الأعداء لهم العديد من شعبنا نزحوا للبحث عن لقمة العيش وذلك لعدم توفر المساعدة الإنسانية لقد قطع شبابنا الأمل في البقاء واصبحوا ينزحون يوميا ولذا سنعمل جاهدين على إرجاع شعبنا إلى أرضه سنعمل على إخراج القوات المحتلة من أرضي تيجراي كحكومة مؤقتة لم يكن لدينا أي موضوع آخر نعمل عليه سوى راحة شعبنا الآن وبعد أن حل السلام نحن بحاجة إلى الاستمرار فيه والعمل على تطوير إقليمنا وتعزيز السياحة كل ذلك أثناء تعلم ديننا ودعم بعضنا البعض من أجل المضي قدما ومن أجل تحقيق الشفاء المستدام يجب محاكمة القوات الإريترية التي ارتكبت هذه الأعمال الوحشية ومحاسبتها وعندما تتحقق العدالة حينها يمكن أن يكون هناك شفاء كامل ولذا يجب علينا أن نستغل لهذا السلام الذي عم ونعمل على أن تحقق العدالة لكي يتم تطبيق اتفاقية بريتوريا بشكل كامل ويعيش الشعب في سلام ويعود النازحون إلى موطنهم على الجميع التوحد والعمل بكامل المسؤولية بداية من الحكومة الفيدرالية والإدارة المؤقتة لتيجرايد والشيء الأهم الذي يجب أن يتم العمل عليه هو تحقيق العدالة ومعاقبة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم في حقنا من أجل أن تحقق العدالة يجب أن يحاسب الجنات على جرائمهم كلها فكم من الجرائم ارتكبت في حق القادة الدينيين وكم من الشعب عانى ولذا يجب أن يحاسب الجنات في أسرع وقت ممكن أعتقد أنه يتعين بشكل عام على الجميع يجب على الأثيوبيين أن يجدوا طريقة لتحقيق السلام في جميع الأقاليم وإلا أعتقد أن الناس سيكونون ببساطة خائفين من مجيئي إلى هنا حتى اليوم كنت سائحا وحيدا على الأقل في أكسوم لكن في طريقي لم أقابل أحدا حقا لكن اليوم في الكنيسة التقيت بشخص واحد من الخارج لذلك هناك اثنان منا لذا فإن هذا بالتأكيد نتيجة للحرب لأنه عندما تقرأ عن أثيوبي في الأخبار سواء كان في CNN أو البي بي سي يكون من الواضح نوعا ما ما تحصل عليه أي قصص رعب لذلك لا يريد الناس المخاطرة بحياتهم والمجيئ إلى هنا لذلك على ما يبدو عندما أتيت إلى هنا لم أجد سوى الفرح والسلام والأشخاص الجميلين لذا من المهم أن تأتي إلى هنا وتتحدث إلى الناس على أرض الواقع بدلا من أن تصدق فقط ما تراه في الأخبار يمثل هذا الاحتفال الأول منذ أن أنشأت كنيسة تقرأ الأرثوديكسية كنيستها المستقلة في سلامة كاسة برهان أبا سرق أبرهان سابقا والذي واجه عقبات من قبل قوات الأمن الأثيوبية في شهر يوليو يحضر الآن المواكب لأول مرة بعد تنصيبه موسيقى موسيقى